الطفل لا يعرف نفسه إلا من خلال كلماتنا فالابتسامة تعني أنك مقبول والحضن تعني أنك محبوب والتأييد يعني أنك أمان والقرب يعني أن ثمة من يساندك وعكس ذلك يشوه تلك العلاقة وربما أيضا يأدو شخصيته الضعيفة هذا المدخل يجعلنا نفكر مليا في معنى التربية التربية لها معاني كثيرة على مستوى اللغة على مستوى حتى على مستوى الاستلاح فعلى مستوى اللغة من معاني التربية البناء حالا فحالا حتى تمام الشيء أما على مستوى الاستلاح فمأخوذة من النمو تربية من الربوة من النمو والشجرة لا تنمو يا كرام بمعزل عن أجوائها بمعنى أنها تنمو وهي تتكيف مع تلك الأجواء سواء مع تربتها أو مائها أو طقسها فإن التربية الصحيحة هي التربية القائمة على فقه الواقع لذلك لا نستطيع أن نربي أبنائنا بالطرائق التي تربينا عليها لا نستطيع أن نأخذ شجرة نمت في مكان ما في جنوب المملكة نريد أن نزرعها في الجبال فإنها لا تخرج لأن البيئة مختلفة يتخيل أن شخصية الأبناء عبارة عن شجرة هذه الشجرة لها جذور وما نراه من سلوكياتهم انفعالا وتعبيرا وصياحا وحديثا وجرأة وانسحابا وانطواءا واجتماعا وانبساطا هذه كلها فروع وهذه الفروع فروع الشجرة تتمايل حسب رياح المواقف ما يهمنا هو الجذور لأننا إن استطعنا أن نمسك بما يصلح الجذور وأن نبعد ما يفسد الجذور استطعنا بإذن الله حماية الجذع وحماية الأغصان بإذن الله الجذور شخصية الأبناء وشخصيتنا هي التالي أولا هناك ما يسمى بتقدير الذات عند الأبناء واسحبوها على الكبار علينا نحن واحد تقدير الذات تقدير الذات يا كرام هو ما قيمتي عند نفسي بس أنا هل أنا لي قيمة أم لا ما قيمتي عند نفسي والإنسان لا يستطيع أن يجري مقارنة قيمية بدون بنشمارك أو بدون نقطة مرجعية بمعنى لا أستطيع أن أعرف أن هذا كبير ولا صغير إلا بالمقارنة فإن قارنت بما هو أكبر أصبح صغيرا وإن قارنت هذا بحبة فستق أصبح كبيرا فيكتسب قيمته أو حجمه من خلال المقارنة في تقدير الذات الإنسان يتعرف أو الطفل يتعرف على قيمته من خلال ما نظهره له من احترام فإن جعلناه يجلس مع الرجال شعر بقيمته وإن طردناه شعر بقيمة أخرى إن جعلناه يأكل معنا شعر بقيمة وإن تركناه وأخرجناه وجاء بعدنا يأكل شعر بقيمة يا كرام إذا أردت أن تربي بشكل جيد وأنتم كذلك بإذن الله من المربيين الجيدين كن في موقع الإبن لا تكن في موقع المربي بمعنى ما هو السبب المنطقي أنا أتكلم الآن كأني طفل الآن ما هو السبب المنطقي الذي يجعلك تصب لي نصف كأس اللبن وتصب لك أنت كأس اللبن كامل أعطني سبب منطقي في وجهة نظر الولد ليش اللبن يا بابا أنت كل كامل أو أخوي الكبير كل كامل 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 وأنا نص ما في سبب منطقي إذا قلنا له بتكبه يقول لا ما أكبه يمكن ما تكمله إلا أكمله هو يبحث عن تقدير للذات أي أنا وأنتم على قدر واحد من الأهمية أنت مهم يا أخي وأنا مهم فهذا ما يسمى بتقدير الذات سنتحدث كيف يعزز تقدير الذات وكيف عندنا ممارسات تربوية يومية تقضي على تقدير الأطفال لذواتهم سنتحدث عنها بإذن الله تعالى هذا واحد تقدير الذات بمعنى ما رأيي تجاه نفسي ورأي الآخرين تجاهي هذا تقدير الذات اثنين من جذور الشخصية ما يسمى بالثقة بالذات الثقة بالذات ينصر في الذهن كثيرا أن كل شيء يقوم به الأبناء هو من سبيل الثقة إن خرج أمام الناس في إذاعة قالوا ما شاء الله عليه واثق وإن تجرأوا وتحدث قالوا ما شاء الله عليه واثق وإن زمجر وطالب واعترض قالوا ما شاء الله عليه واثق هذه ليست ثقة الثقة متعلقة بشيء آخر إذا قلنا أن تقدير الذات متعلق بالأراء فإن الثقة متعلقة بالأداء بس أي شيء فيه أداء فعل نتيجة فإن الشعور الذي يسبق الفعل يسمى ثقة يسمى ثقة إذن الثقة بالذات الثقة بالذات عبارة عن عندي أداء عندي أداء وعندي نتيجة فإذا شعرت بأنني مطمئن لفعل ذلك الشيء فأنا هنا أسمى واثق إذا اهتز نفسيتي وبدأت أتوتر هنا اهتزت الثقة إذن الثقة في حياة الإنسان متعلقة بالأداء دقم ثلاثة هناك ما يسمى توكيد الذات أن تقول وتفعل ما تشعر به أما أن نكتم مشاعر الإحباط ضعفهم في توكيد الذات مشاعر الامتنان حتى ضعفهم في توكيد الذات مشاعر الحب أصبحنا نكتمها ضعفهم في توكيد الذات أنا عندي الولد قبل قبل كم يوم نايم غاط في النوم بعدين قام كده قال خدعتكم أنا أصلا ما نمت رقم أربعة وهو أزمة عند النساء البنات الصغار أكثر من الكبار عفوا أكثر من الرجال وهي في مسألة تقبل الذات تقبل شكلي طولي بشري بثوري نوعية شعري لون شعري عيوني أسناني سواء جيدة أو غير جيدة هل أنا أتقبل ذلك أو لا أتقبل ذلك سؤال ما رأيكم الطفل عنده تقبل ذات ولا ما عنده اللي يرى أنه عنده تقبل ذات عالي يرفع عيده استكرم سامحوني اللي يرى أنه الطفل عنده تقبل ذات عالي يرفع عيده ممتاز الطفل يولد عنده تقبل ذات عالي أنه أحلى واحد وأقوى واحد وأجمل واحد ونحن نساعده في ذلك ماذا نساعده؟ يعني ناكل بعده وقاعد يشوف ترى نقبله نلمه نحظنه والدته تسبحه وهي مستمتعة معه وتلعب فهو يشعر بالتقبل